الحكومة بتعد مشروع قانون جديد للتصالح على مخالفات البناء من مبارح والأخبار طلع في كل مكان من المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن خرج الخبر لأنه استضاف في واحدة من فعالياته الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار كشف مفاجأة عن أن الحكومة بتعد لمشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء وأن المشروع ده جه بعد اجتماعات اتعاملت مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب المهندس عماد حمو ده رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الملامح الأبرز للقانون ده أو لمشروع القانون ده من المفترض أنها هتعالج أربع حالات مهمة جدا سواء كانت الحالة الأولى اللي بتتكلم عن اللي تقدم للتصالح لكن شروط التصالح ما كانتش منطبقة عليه وبالتالي عمل مخالفة بعد قانون التصالح لا اللي قدم للتصالح قبل القانون وده ينطبق عليه لكن المخالفة بتاعته في خاري خط البناء أو غيره فاخده منه 25% فلوس وبعدين قالوا لا لا ينطبق عليه طب الفلوس ده ما بتتردش تاني طب يبقى الوضع القانون ده الحالة الأولى بالزبط طيب الحالة التانية هي اللي ما التزمش بالتصالح وما تقدمش بأوراقه علشان يتم التصالح كامل معنا الحالة التالتة خير اه الحالة التانية بس اللي هو كان فيه قانون طلع وهو عنده المخالفة بس ما راحش أقدم للتصالح ده راحت عليه مفترض حسب القانون أو القرار اللي طلع راحت عليه حق التصالح صحيح الحالة التالتة من لم يرتكب مخالفة بس عايدي تساوى بالارتكب مخالفة أنا ابني الدور زيادة اللي جنبي ما ابنياش واللي جنبي هيتصالح أنا كمان ليه حق أبني ولا أتصالح لا ما عندوش حاجة ما عندوش حاجة يتصالح عليها هو بيقول عندي حق إن أنا أبني زي غيري مبنى يبني ويدفع الفلوس بتاع التصالح من البداية يعني يعني سويني بيه الحالة الرابعة بقى الحالة الرابعة والأخيرة هي اللي ارتكب مخالفة بعد كل ده طيب حيتعامل زي مشروع القانون المرتقب مع الحالات دي وحيوفر لها إيه طيب حيتكلم في غرامة ولا هد ولا فيه أشياء تانية طيب خلينا نفهم أكتر وأكتر من خلال النائب عمر درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهلا بحضرتك معنا سيادة النائب أهلا وسهلا بحضرتك أهلا يا سيادة النائب سيادة النائب الأول عايزين نحييكو وأن يتم هذا القانون لأنه هيحل مشاكل كتير قوي لناسه هيكون مصدر سعادة بالفعل ممكن نفهم ما وراء هذا القانون طيب يعني اسمح لي أن أنا أبدي سعادتي برضو أن طبعا باستجابة القيادة السياسية والحكومة ليه يعني المناشدات والمطالبات اللي كانت متعلقة بإعادة النظر في الأثر التطبيقي لقانون التصالح على مخالفات البناء تمام وحقوب ومش هتتزرع بس هي أرضه هيعمل إيه اسمح لي بس إحنا عايزين نبسط الأمور اتفضل علشان تبقى الناس فهمة إيه جدوى التشريع الجديد وإحنا هنتلف بي إيه وإيه اللي إحنا محتاجينه من أهلينا بعد إصدار هذا القانون لأن مهم جدا أن يبقى فيه التزام هنا أخلاقي وإنساني وشعبي تجاه عدم التعادي بقى على الأراضي الزراعية تجاه عدم الاتجاه للبناء المخالف بعد ما نقنن أوضاع الحالات اللي حضرتكوا تفضلتوا وتكلمتوا عليه لأن طبعا كان فيه إشكالية في إن المواطن النهاردة اللي كان بروح يتقدم على التصالح ما كانش بيتقلوا في بداية التقديم إذا كان طلبه حيتقبل ولا حيتربه صحيح فكان بيسدد قيمة الخمسة وعشرين في المائة وبعدين بيتم بحث الطلب يعني هرتخطى كمان المسافة الطويلة والمدة الزمنية المعيدة جدا ما بين التقديم بطلب التصالح والبد في الطلب عوضا عن رفض الطلب عظيم فأصبح المواطن هنا فيه إشكالية كبيرة اشرح لنا سيادة النائب التفاصيل بإن عند حضرتك مخالفة أنت متقدم عليها دفعت خمسة وعشرين في المائة جديد التصالح وبعدين بيترد عليك بإنك لا يجوز لك التصالح إنك لا ينطبق عليك الضوابط والشروع وما بتعرفش تاخد الخمسة وعشرين في المائة فأصبحت إيه بقى؟ لا بتعرف تسترد القيمة المالية لإن أنت أصلا في الأصل بخالف وما بتبقاش قادر فأنت قدام حالة من يعني الشلل في المنظومة العقارية نعم فالنهاردة التعديلات اللي دولة يعني اللي سيد وزير الإسكان نتحدث عنها هو يعني أصاب كفد لإيه؟ المشكلة إن إحنا النهاردة هنعيد النظر في طلبات التصالح تاني هنعيد النظر في الاشتراطات إحنا عندنا اشتراطات ممكن نتجاوز عنها عندنا مشكلة أخرى عندنا مشكلة أخرى إن المواطن النهاردة اللي هو بيتصالح خارج الحيز العمراء حتى إذا تم الموافقة على التصالح فما بيدلوش إمكانية لا إحلال وتجديد ولا ارتفاعات رأسية فأصبح كمان هو إيه؟ في حالة من إيه؟ من يعني الضغط حتضطر وكانت حتضطره بعدين إنه يضطر للمخالفة بالبنى المخالف برضو يعني في النهاية أنت مش ميددينه صلاحية المباني فحيبقى الامتداد المطروح إنه يكون رأسي ما هيدي بقى موضوع مهم برضو لإن ده هيدخلك فيه الاشتراطات البنائية لكن حياة نشرح التصالح لإن ده مهم لإن النهاردة لما الدولة حتفتح البان وتتلافى الملاحظات العديدة اللي كانت على مفألة التصالح بقى مطالب النهاردة المواطن اللي مقدمش لازم يقدم لإنه مش حيبة فيه أعذار بعد كده صحيح النظر في مسألة الارتفاعات النظر في مسألة البنى خارج الأحوزة العمرانية وهل هنضفها للحيز العمراني ولا مش هنضفها هل هنسمح للمواطن اللي التزم وما بناش إنه هو يبدي بنفس الكلفية اللي المواطن خالف وتعدى فيها ولا لأ يعني دي كلها الإشكاليات برضو في مشكلة مهمة جدا مسألة التعدي على خط التنظيم يعني عايز أقول لحدك إن جنة شكاوة عديدة جدا إن فيه أضايا مرفوعة وفيه حالات لم يتم فيها التصالح لإن متعدي على خط التنظيم مثلا بخمسة وتلاتين سنطي فحدك متخيل خمسة وتلاتين سنطي تحمل للمواطن أعباء مادية وجنائية وأضايا وأحكام يعني في حاجة طبعا لأعادة النظر فإحنا عن درق برضو كان فيه مشكلة كانت مهمة جدا أن هذا القانون صدر فيه عشرين عشرين نعم بحين إن مسألة التصالح كانت ما قبل التصوير الجاوي في 2017 ففيه حوالي ثلاث سنين مفقودين في المعادلة يعني أعتقد أن ده هنا بقى حنتم تدارك هذه الأخطاء علشان لما نوصل لصيغة عادلة تحقق مسألة تقنين الأوضاع للثروة العقارية زي ما قلت لحضرتك بعد كده ما يلقش بقى بالمواطن أنه هو لا يخالف بالظبط سيادة النائب متوقع أن مشروع القانوني يجي البرلمان إنت يعني أتمنى طبعا أنه هو يكون في أسرع وقت حيث تفضلت وقلت أنه أخذت جلسات وبالفعل احتفضتنا في تنسخية شاب الأحزاب والسياسية وتحدثنا مع معالي الوزير الإسكان في هذه الجزئية في اللقاء طبعا ما بينه وما بين نواب التنسيقية تحدث أيضا فيه مع حزم مستقبل وقل يعني فيه حراك حيث ده التصالح ده ما تقدرش تبعده عن الاشتراطات البنائية نعم معنا لا نحن التصالح هنا لا يعني الفوضى ولكن يعني التنظيم أكثر وإسعاد الناس طالما أن هذا غير مخالف بنسبة تتعارض مع مصالح الدولة أنا بشكرك جدا ساعت النايب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب